ده لازم نفهم إن الميراس ده ربنا سبحانه وتعالى أنزله عشان تستمر الحياة قوانين الميراس بالضبط زي النسب ولزيك هي مرتبطة بالنسب الميراس عشان الأموال اللي هي نعمة ربنا في تسيير الحياة ما تضعش في الحياة تتوقف وعشان كده كان أي ظلم في هذا النظام بيأدي إلى تعطيل الحياة ولذلك ظلم المرأة في الميراس مش بس بيكون بالمنع بأن أنا أمنعها ميراسها ولكن كمان بيكون بالتضييق عليها بتأخير ميراسها لغاية ما تضطر إن هي تبيعه أو تتنازل عنه بثمن بخص في أمثلة كتيرة بسلبية في حياتنا ولازم نقف هنا شوية ونقول إن التراث الشعبي مش كله بريء وإن التراث الشعبي مش كله بيكون جيد وعشان كده بنقول للناس لما بتيجي تمرع الميراس بيكونوا مستندين لبعض الأمثلة السلبية زي لما هم بييجوا يتكلموا على علاقة الحمى بمرات ابنها ويقولوا رب يا خايبة للغيبة وكمان هنا بيبقى فيه مثل خطر في إطار الكلام عن ميراس المرأة وهو إيه؟ البيت بيتابونا والغرب يتردونا فبيبقى منع ميراس المرأة جاي من خلفية إن إحنا كده الأسرة عتتفرق وأموال الأسرة عتروح للأغراب وده عيكون سيء وده بيشبه الفكرة اللي كانت موجودة في العادات الجاهلية اللي كانوا بيمرعوا المرأة من الميراس وعشان كده لما جز ذكر الحكيم قال للرجال نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون طب بيقول ليه للنساء آه عشان ما نرجعش للفكرة الجاهلية اللي فيها منع السيدات من الميراس بس لازم نأكد كمان إن منع السيدات ومنع المرأة من ميراسها شكل من أشكال أكل أموال الناس بالباطل الله سبحانه وتعالى بيحذر يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يبقى إذن هناك نهي لمنع أكل أموال الناس بالباطل وده شيء لازم نعرفه يبقى تغيير النظام الرباني في توزيع التاركة بيكون سبب من أسباب دخول النار وعلى فكرة مش نار الأخرة بس وكمان نار الدنيا ولذلك والعاذ بالله الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر المواريث ماذا قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله ومن يوطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ليه؟ عشان مسألة خطر الناس بتدخل الناس جحين تخيل المرأة وهي ممنوعة الميراس كم الوجع وكم الألم وكم الخوف اللي بيخليها تتوقف عن أدوارها اللي ربنا تكتبها لها في الحياة كان عندنا تخيله كده كان عندنا مسلسل زمان كان مليان بالأسى والوجع والمسلسل ده تأثر في حياة المصريين بشكل كبير كان فيه بتختلط الدموع بالشهد عشان الميراس صحيح ساعتها الست ما كانتش محرومة من الميراس لكن الست بتحس لما تحرم بالميراس بأن المجتمع بيدوس عليها مش بس أهلها وتحس بأسى شديد في الغالب بتورث الأسى ده لأولادها وتورث الوجع ده لأولادها ولزيك لازم نفتكر هنا كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من فر من ميراس وارثه قطع الله ميراسه من الجنة يوم القيامة يا نهرى بيض يعني إيه اللي حاصل تيجي تبص تلاقي نفسك أنت صاحب أعمال صالحة وصاحب جبال من العمل الصالح وصاحب أفعال خيرة بس نصيبك من الجنة مش موجود ليه؟ عشان أنت منعت ميراس حد وتخيل بقى لو كان الحد ده تضعيفين وتخيل لو حد اتق الله في الضعيفين الأطفال والمرأة فأنت دلوقتي هتعمل إيه؟ هتتعدى على الضعيف اللي ربنا جعل سر من أسرار الحياة إنما تنصرون بدعفائكم وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك بالمرأة مرأة مش ضعيفة على فكرة إنها مش قادرة تعمل حاجة لكن هي ضعيفة لأن هي محل وسيط حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومرأة هنجي نفهم يعني إيه؟ ضعف المرأة ويعني إيه إن المرأة محتاجة رعاية وعناية لأن ربنا جبرها جبلها على إن هي تحتاج إلى الأمان وتحتاج إلى الاحتواء ولازم نشوف بقى حديث رسول الله صلى الله من اقتطع مال مرئ مسلم إيه اللي حاصل؟ من اقتطع مال مرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال ولو كان قضيبا من أراك يعني قضيبا من أراك إيه؟ الخشف اللي احنا بننظف بأسنن ترجمة نانسي قنقر